هنروح من وزارة التموين لإحدى الوزارات الهامة جداً في مصر الكل كان في الفترة اللي فاتت بيتكلم إن الخروج من الوضع الاقتصادي الحالي في مصر بيتطلب الاهتمام بالملف الصناعي مصر لازم تهتم بالملف الصناعي لازم تيسر كل الإجراءات للمستثمرين في مجال الصناعة لازم نهتم بجودة المنتج المصري المصنع لازم نقلل الواردات على قد ما نقدر علشان خاطر الفجوة الدولارية كل الأمور دي في الحقيبة الوزارية اللي تولها الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناع النهاردة فريق كامل الوزير قام بزيارة لهيئة التنمية الصناعية علشان يقف على العديد من الإجراءات في هذه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة وكان في استقباله طبعا رئيس ونواب وقيادات الهيئة وأيضا العاملين وجرى اجتماع مع كل هؤلاء خلال الزيارة الفريق كامل الوزير أكد هو نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة أكد أن هناك خطة شاملة هيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة بتعتمد على خمس محاور وهنا نقطة مهمة مهمة أنك تدخل في مجال معين لتطويره وإعادة هيكلته وبناءه من جديد على محاور محددة ووضحة وصريحة ويقدر المشاهد والمواطن يتقبلها ويفهمها ويقدر يشارك كمان المسؤول في تحمل عب التطوير وإعادة الهيكلة بحيث أن الجميع في النهاية بيجني سمار ما يقوم به كل وزير من مجهدات المحاور الخامسة بتتلخص في بعض الأمور زي ترشيد الوردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا ومصر في الجزئية دي تحديدا لها باع في مسألة توطين الصناعة المحلية وتحديدا لما تكون بجودة عالية بتنافس المنتج المستورد والعمل كمان على تشجيع وتعظيم الصادرات ده محور تاني والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخمات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة مصرية الصناعة المصرية معروفة من زمان عندنا على سبيل المثال القطن طويل التيلة والقطن المصري ومنتجاته اللي بتنافس كل المنتجات على مستوى العالم النهاردة في تأكيد على جودة المنتج المصري ومنفسته للمنتج الأجنبي وتصديره لزيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز كل التركيز على جودة المنتج ليتمكن من المنافسة في الأسواق الخارجية أحد المحاور المهمة كمان اللي نقشها النهاردة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في جولته به الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسألة التوظيف والتشغيل في جزءين في النقطة دي في قضاء على بطالة بيتم من خلال الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستوها وحرفيتها وكمان الاعتماد على العنصر البشري المصري الشاب واللي بينعكس بدوره على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة وتأليل الفجوة الدولارية والتصديق الفوري وده محوى الرابع لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعسرة على امتداد النشاط الصناعي وزيادة مساحته وده طبعا وفقا لإجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالبرنامج الحكومة فيما يتعلق به جزئية الحوكم الفريق كامل وزير وزير الصناعة والنقل وينائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أكد أن الفترة اللي جاية هتشهد العمل على مدار الساعة وتكسيف كافة الأعمال لزيادة الانتاج ويمكن في هذا الإطار وجه الوزير بأن أيام العمل هتكون في الهيئة الأعمال للتنمية الصناعية من السبت للخميس بدل من الحد للخميس يعني فيه شغل وفيه مجهود هيبزل زيادة ده عشان ندي مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم كمان والإصراع في الإجراءات الخاصة بترخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها